أفادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بتعرض منزل وكيد الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف إلى هجوم صاروخي وسط العاصمة بغدادة وأضافت أنه بعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق وجار البحث عن الجنات حالياً فيما يربط الخبراء الأمنيون بين القصف والاستهداف السياسي للفريق أبو رغيف نتيجة ملاحقات لجنة محاربة الفساد وأكد البيانة أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي تنعم به البلاد مع الاحتفالات بعيد الفطر المباركة